خرجت مظاهرات في عدد من المدن السودانية احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس عمار البشير وأكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم رفضين ما وصفه بالالتفاف على هذه المطالب وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية كما قرر تعيين 18 واليان ينتمون للمؤسسة العسكرية والأمنية